موسيقى رجعنا مشاهدين ومستكملين فقارات مساء الإمارات موضوع شائك والكل يعاني منه تسوس الأسنان يوعد تسوس الأسنان أو البعض يقول تعفن الأسنان من أكثر مشاكل الأسنان انتشارا وفي فئات عمرية مختلفة تحديدا الأطفال والمراهقين حيث أن السن يتعرض لتشكل الثقوب والفراغات بشكل تدريجي فيه نتيجة لتعفن هذا السن ما لم يتم معالجة طبعا هذا التعفن أو التسوس وبالشكل الصحيح فهذا الشخص مصاب قد يعاني من فقدان أو سقوط السن وتلفه وهذا بالتالي قد يؤدي لالتهابات الأسنان ومشاكل أخرى في الجسد بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع في سيديوهات الضفري سرنا يكون معنا الدكتورة وادة الغزي أخصائي جراحة الفم والفكين وزراعة الأسنان والدكتورة رولا كيلاني أخصائيات أمراض للثوى جراحتها وهي صديقة لمساء الإمارات مساء الخير عليكم مساء النور مساء النور نورتو يا مساء الورد أول سؤال والسؤال اللي كلنا أصلاً ما نعرف إجابته وكلنا نغلط فيه حتى نقول لعيالنا بابا لا تأكل سويت أو شوكولت ترابيس توليك تسوس أسنان بتيك سوسة فيخاف مسكين هوم الحلاوة ولكن إلى الآن نحن ما نعرف ما هو التعريف العلمي للتسوس أو الطبي طبعاً هو عبارة عن تخرب لبنية السن نتيجة تراكم جراسيم هالجراسيم عم تتغزى على بقايا الطعام لنحن ما عم نقدر نفرشيه يعني لما الطفل عم يأكل سويتس ولكن ما عم يفرشي سنان وبانتظام أو ما عم يقدر يوصل بالتفرج على المناطق فعم سيفي عنا تكاثر جرسومي هالجراسيم عم تعمل إنحلال لبنية السن عم تعمل سقوب هالسقوب عم تتسوس عم تعمل مرحلة التسوس هو التسوس طبعاً مراحل يا أما بالميناء يا أما بالعاجة يا أما بالعصف كل ما زاد التسوس كل ما صار أعمق فهو عبارة عن إنحلال لبنية أو إنحلال للمحال الملاح المعدنية تبع بنياة السن يعني هو يبدأ ويكبر ولكن دكتور مرات نشوف بعض الناس تعتني بأسنانها حتى لو أكلته تفرشيه بشكل يعني دوري وكذا ولكن رغم هذا الشيء يعني تستوي حال التسمم التسوس وتسمم سني رغم العناية في بعض الحالات هون دائماً ليش منقول زيارات دورية بعض الحالات في مناطق المريض ما بيقدر يصلى الشخص الطبيعي ما بيقدر يصلى بالبيت أثناء تفريش أثنانه هون الطبيب لح يكون مسؤول عنا اثنين وهي حالات كمان موجودة أحياناً أحياناً طبيعة اللعاب بحد ذاتها ممكن تساهم بزيادة نسبة تسوس الأثنان أشخاص تاني عندهم طبيعة اللعاب بتساهم بزيادة نسبة التهابات تلثة وبتلاقي عندهم انتهابات لثة كثير ما في تسوس أثنان أو العكس عندهم تسوسات كثير بس معدهم انتهابات لثة نعم فهو الموضوع خليط بين عناية فموية وما كمان يعني بس لازم نحمل الموضوع معاوية يس يعني أنه موضوع طبيعة اللعاب بحد ذاتها تلعبده طبيعة لعاب يعني شو لا كلها البني آدمي تماماً حمدي أو قلوي هذا بيأثر كمان تغذية سبحان الله كيف كلها مرتبطة كل شيء لازم تهتمين فيه قبل لا تحطينا في حل جيت هذا من النهاية حاضر دكتور حين نحن عرفنا أسباب التسوس ولكن شو المشاكل اللي يسببها التسوس في فم الانسان ما نقدر نقول الطفل لأن حتى الأكبار يصغر لهم تسوس مع أنهم يسوون خيط وينطبون أسنانهم بفرشا وفي بعض الأحيان الناس يشترون هذه الفرشاة اللي تدور وفي اللي تهتز بعد على أساس أنهم كلها طبعاً دعاية في النهاية هي طريقة التنظيف هي الأهم مزبوط كلامك المشاكل اللي ممكن يسببها بصراحة تعتمد على حجم التسوس يعني هلأ نحن ليش منأكد على كل ما كانت الزيارة أبكر كل ما كان العلاج أبسط وأسهل وبصراحة كانينا أولى كمان أقل كلفة على المريض لأنه لما تكون تسوس صغير تنقضى بحجوة بسيطة لما تكبر لا سمح الله ممكن نوصل لسحب العصاب تكلفة أكبر فلذلك الوقاية هي أفضل من العلاج يعني أفضل يعني كلما كنا بلشنا بالوقاية من التسوس أحسن ما نوصل أي ونكتشف لذلك العلاجات الزيارات الدورية هي كتير مهمة زينا دكتور رواد ودكتور رولا صحوا لي معلوماتي غير موضوع الزيارات الدورية وتكلفة العلاج مشاكل الأسنان تؤثر على القلب والمفاصل حتى إذ لم يتم الاعتناء بها صحيح؟ مئة بالمئة بس يتشكل عنا مرحلة الخراجات الخراج هو لما عصب السن يلتهب المريض يهمله ما يعالجه يتركه يصير عندي شيء اسمه خراج الخراج هو تكاثر جرسومي قريب من نهاية السن غير السوسة هو سببه الأساسي السوسة سوسة بسارت عميقة هلأ هجره ثيم هاي لها دور أساسي وفي دراسات كتير أثبتت لها دور أساسي بأمراض القلب لها دور أساسي حتى بحالات الإجهاد لها دور أساسي بانخفاض مناعة الجسم فلذلك موضوع الأسنان يعني بالضبط هو المدخل الأساسي لحتى تحافظي على صحة الجسم جميل لو رجعنا دكتورة رولا لموضوع اللعاب كيف أنا أتحكم مثلا بأنه لا يكون اللعاب اللي في حال جي مضر لأسناني أنتي قلتي الأكل الآن بس بعد يبالنا أكتر تفاصيل فيه على أساس نتفهمه نحن في البداية بعدين نفهموش التغذية كلما كانت تغذية صحية أكتر كلما كان البي اتش تبعنا معتدل تمام أنا زالنا بدي روح للحلويات للسويتس أكتر يعني الغذائي معتمد على السويتس أكتر على الكاربوهايدرات أكتر فكلما كان أنا بدي أتحكم بطبيعة الغذاء تبعي لحتى أقدر أتحكم بالبي اتش تبع اللعاب لحتى ما ضر بنية السن لأننا حمضي أكتر نتجع نأخذ مشروبات غازية حلويات هذا كله عم يأثر سلبا على بنية السن فلذلك التحكم بحمية أو دايت نوعية الأكل تماما فيه أكل ممكن يأثر عليه سلبي مثلا على خليفة عادي ما يأثر وله موحد الموضوع أن الأكل السيء هو واحد من ثلاثة تقريبا الموضوع موحد موحد تقريبا الموضوع بيختلف بشكل بسيط بالضبط استعداد ذاتي عند الأشخاص كيف يعني استعداد ذاتي؟ فيه أشخاص مثل ما يعني الناس عند استعداد للإصابة بمرض معين حامل بي أو قابل على مثلا فممكن لعاب والأنزيمات الموجودة داخل الفم واللعاب تساعد أكتر على الوقاية أو للأسف أحيانا تساعد أكتر على الإصابة بالتسوسات أو التهابات جميل دكتورة سمعت أن التسوس لعلاج اللي هو الحشوات الخزافية وما يرد خلاص التسوس أبداً هل صحيح الكلام أو غلط؟ صحيح حشوات الخزافية هي تطور جديد بطب الأسنان هلأ نحن بداية كيف كنا نعالج التسوس أنه نعمل حفرة محل التسوس اللي موجود ونحط حشوات هالحشوات الضوئية اللي جديدة كما موجودة قديمة لكنها كانت بديلة عن الحشوات المعدنية اللي كان نستخدمها زمان نعم أو كما إذا كان فيه تهدوم كبير ببنية السن كنا نعمل التلبيس الكامل ليش لحتى نحن وقاية لنحمي السن نظرتنا نحمي السن حتى ما يصير في عنا كسر لأنه الحشوة اللي عمل حطة كبيرة شو الهدف من الحشوة الخزافية اللي هي مصنوعة من الإيمانكس أو الجلاس سيراميك خلاص نقول هي مالدة كثير قوية كثير متينة تحاكي لون السن الطبيعي وهذه صورة للحشوة دكتورة صحيح هون الصورة عم تكون اول شي معالجة عصب كامل للسن اللي بقيان السن يعني متل ما واضح بالفيديو لي بقيان السن كمية كتير ضئيلة بنية خفيفة جدا فهون خيارات كانت اما الترميم عن طريق هذا اللي بقيان السن لاحظوا بقيان جدارين غفار اذا بدي اعمل كاب أو تلبيس كامل للسن لحي روحوا هاي جدارين خيار الحشوة الخزافية لح نشوف عن طريق طبعات رقمية الديجيتال تصميم بالكمبيوتر نحنا حافظنا على اللي بقيان من السن وصممنا الحشوة بهالشكل هات حشوة خزاف يعني نحنا كسبنا متانة السيراميك اللي بيعمل منه التركيبات وما حضرنا زيادة من السن لحتى نعمل تلبيسة كاملة كأنه بشكل طبيعي يعني تمام يعني نفس التحضير اللي عم تحضري للحشوة العادية بس انتي حطيتي المتانة تبع الكراون أو التلبيسة الكاملة البنية التحتية للسيم نفسها وفم المريض وعلى أساس هذا البطنة غير الطرق هذية شو في طرق شائعة أكتر خلنا نقول للعلاج دكتور العلاج بصراحة هو خط واحد الخط الأول والأساسي إزالة التسوّس إزالة التسوّس تختلف من طرق عادية اللي هي أن الطبيب يمسك الأدوات الدوارة ويحفر ليشير التسوّس دوارة أكيد كروتاري إنسرومنت هذا الصوت اللي أصلاً يخاف من الأدوات والكيدز حتى العاق اليوم يوصل ويسمعك شغلت الجهاز هذا أيوة أعطني بنت ومشان هيك لحرح لك على الخيار الثاني اللي موجود عندنا بمركز شارم كمان هو الليزر لما نحن انت فيك تقيم تسوّس الأسنان بطريقة الليزر تنظيف كامل تعقيم كامل للمنطقة تقضي على كامل تسوّس علاج تسوّس واحد أنك أنت تنظف هذا التسوّس لكن الخيارات المتاحة بعدها مثل ما حكيت الدكتورة هو الترميم اللاحق بعدها سواء كان حشوة عادية وصولاً لا التركيبات بينما الخيار المطروح اللي عم نحكي عليه اليوم هو حشوة الخزف اللي جمعتنا الأفضل من كل اثنين وشلنا السيئ من كل اثنين بمعنى أنه لا تريت حفور سنة كتير وعطيت حشوة متينة قوية وجمالية مئة بالمئة أنا عندي مشكلة شخصية فعلاً يعني هم الحين الإعداد طرحوا هذا السؤال بس أنا فعلاً على أعاني من هذه المشكلة في عندي مثلاً أن ضرس ما في سوسة بس مرات يوم أمضغ عليه في وجعه تماماً في شيء من نسميه ألم متشعة يعني ممكن مصدر وما له واضح مية بالمئة عندك يكون مصدر من مكان تاني ما كان تحسي فيه بالمنطقة مكان تاني في الفم أم في بالفم بسن مجاور بسن مقابل ببعض الحالات ممكن يكون فيه بدايات لا سمح الله ما تخافي يعني الإبداع أنه التهاب بالعصاب ممكن لسه ما ظهر شعاعياً وسريرياً ما بعض الفحص اللي يعمل لحتى ممكن يكون فيه سوسة بس ما أنا يعني مو كل شيء أسوال نحن هنا في مريض بس بقالي أنا ما عندي سوسة تيجي تكتشف أنه ما مستخدم الخيط بين لسنان وهذا الخيط كتير مهم لنكتشف وجود التسوسة الموجود من المناطق الملاصقة لأن التفريش يفرشي لي بس من الدام يعني من الدام ومن وراء بس أنت المنطقة الملاصقة مستحيل توصل لفرشاية تسنان إلا بالفلوسين فهو الفلوس كتير مهم صحيح دكتورة رولا قالت لون أسود دكتور أنا حين عندي لتل كنفوز يعني عندي شوية خربط صغيرة متخربط فضل التباس بالموضوع نعم أسود ولا بني لأن في بعض الأحيان أنا أشوف ألوان بنية أو لون بني وأوقات أسود واثنين هين يقولون لي سوس وبعدين معاهم يعني في واحد لون والثاني لون طب إذا أقول لك أنه التسوّس بمر بمراحل لونية التسوّس بيبلش بلون طبشوري أبيض لون طبشوري بتلاقي فيه لون انخساف باللون بسيط عم يعطيه مثل لون الطبشورة على السن وهم تعرف أنه هذا بداية التسوّس هذا خسف الأملاح اللي كنا عم نحكي عليه تمامي اللي حكيت عليه الدكتورة بالبداية بعدها ممكن نلاقي لون أصفر خفيف ممكن نلاقي بلون بني وطبعا ممكن نلاقي هل هذا هو اللي تتكلم عنه ولا هل هذا شيء ثاني هل لا هون هذا السن كمان كان للأسف المريض يعني مراجع أكتر من عيادة وقالي له السنان للألع ونزرع لك محلها نحن عمنا تنظيف كامل للتسوّس علاج عصب وحافظت علي بقيان من هدول السنين بتركيب حشوات خزافية مغطية لتشوف الصورة لعليمين اللي هي تماما صورة أفطر آه أفطر لعليمين بس هذا الأسود شو أحيان تسوّس كامل تسوّس عميق جدا تسوّس وصل للعصب أريدي يعني هذا يعني السوّسة صايب إنها إنسان مش إنسان تسوّس طيب دكتور بانشوف صور أخرى لموضوع التسوّس هل يمكن التسوّس لونة فاتح دكتور؟ لا بصراحة هي الحالة نشغل فيها كمان سحب عصاب اللي شايفين اللون الأبيض بالصورة اليسار هو بس طبقة ما نغطي فيها مكان معالجة العصاب أوكي والصورة اللي كانت الجنبه هي الحشوة هذا الأحمر شو؟ هذا المادة اللي بنستخدمها كمان بعد معالجة العصاب آه مادة إلاجية كمان لاحظوا بقيان من السن جدار جدارين صحيح بدل ما أنا إيمل هالجدارين لحتى لبس السن أو بدل ما أعمل حشوة مباشرة ضعيفة ممكن تكون عملنا حشوة خزاف لاحظوا المنظر لي تحت الشكل طبيعي جدا فكرة كلامكم جدا مهم لأن في بعض الدكاترة يعني يقول لك أن خلاص شي لسن وأنا ركب لك واحد حلو جديد وكذا لا مهم أن جذورها بغد النظر نحن بعدين يعني هذه مش تجارة هذه صحتنا وسلامتنا صحيح أن يكون الجذور أو بذور أو الأساس الأسنان منك وفيك صحيح أن يرتب لك شيء إصطناعي لأنه برغي وأسبوع وبعدين زراعة ويعني موضوع يطول وعيد على فكرة نحن الأثنين بالمركز يعني أنا أخصائي جراحة وزرع والدكتورة أخصائية تلسة مع أنه خيار الزرع والجراحة هو الخيار اللي قد يكون في صلب اختصاصنا لأنه دائماً نحن بنعكد عنا بالمركز حفاظ على السن الطبيعي صح أمية بالمية سنك طبيعي أفضل زرعة تماماً خلينا نشتغل عليها نضبطها أمورها تمام تعيش فترة طويلة فهي أفضل أكيد من الزرعة دكتور جميل وأنا وياك في هذا الكلام ولكن ليش أكل ما أصير عن دكتور قلت له عندي ألم هنا قام وفتح السن وقعد يتشت للعصب ليه؟ ما في ألاج تاني غير هالعصاب هذا؟ لا إذا وصل تصوص للعصاب معناتها بده يسحب العصاب لا لا خيار آخر لا خيارة تانية إذن شو هي اللي الطبعات الرقمية يعني؟ تماماً تختلف عن اللي تكلمنا عن الزخرفة أكيد الطبع الرقمية هي مختلفة ليش كلما تطور الطب كلما كنا التقاطيات صارت أحلى وأحدث الحلوة أن المركز شارم مجهز بهاي التقنية أني أنا بدان ما أستخدم المعجون العادي حتى أخذ الطبعات حتى أصبح أورال سكانر ماسح فموي ماسح داخل الفم أني أنا أقدر أخذ خلال ثواني وخلال دقائق طبعاً بدون أن أضع المعجون للمريد وقاله عض وعميل كاميرا يعني؟ كاميرا مثل الكاميرا تماماً ماسح إلكتروني أنا أقدر أني أنا أخذ هذا الطبع هاي وتكون موصولة ديريكت لي مع اللاب نحن عنا لاب خاص فينا فنحن نقدر نوصل ديجيتالي نعطي الطبع للمختبر وهو يصمم التصميم عن طريق الكمبيوتر فهذا الشيء خفف عنه خفف وقت خفف حتى مزعج مزعج كثير من الناس عندهم معجون وصك عليه حتى يوم يطلع فعلاً هي يمكن ثواني ولكنها مزعجة صح صح هو تطور جديد جميل يعني صعب مثل ما شفت يوم تروحين إلى السبار ماركت يوم تيت ايه بار كود بس حق الأسنان شيء جميل حدثونا أيضاً وأكثر عن الأمور اللي ممكن تصير مستقبلاً أو أنتم سمعتوا دراسات عنها لأنه أكيد أنتم تحضرون كومفرنس للأسنان كثير فأكيد في أشياء نزلت في هذا الكمفرنس ولكن يبالها وقت لين ما تتطبق عندنا في العيادات خبروا عن هالأشياء الجديدة لأننا نتكلم عن دكاء الاصطناعي نبقى نشوف دكاء الاصطناعي شو سوا بالأسنان بصراحة دراسات شغالة ودراسات ماشية وعمل نتابع نتائجها بشغف لأنه الموضوع بمسنا بشكل أساسي على اعتبار أنه يكون تطوير للمهنة وراحة المريض بحد ذاته أكيد عم ينشغل على لقاح ضد تسوس الأسنان واللقاح تقريبا على وشك أنه يكون جاهز اللقاح ممكن ينعطى للشخص ويقيه من تسوس الأسنان طفل أم بالغ؟ سواء كان طفل أو بالغ أنت ممكن يعطيكي وسادك على مقاومة التسوسات عم ينشغل على موضوع خلايا جذعية لتعويض عن فقد الأسنان عوضا عن الزرعات اللي هلأ نحنا كمان يعني حتى الخلايا الجذعية دخلت عندكم في موضوع الأسنان مئة بالمئة نحكي على مواد حتى ممكن تطبع على سطوح الأسنان ونستنى عليها بدون ما نعمل الحشوي لحتى هاي المواد حكينا حكي الدكتورة بالبداية على انخساف الأملاح اللي هو تعرف تسوس ترجع ترجع الأملاح على منية السنان تعوض السبب المؤدنية بالتسوس طيب نحنا قبل ما نوصل لهذه الاختراعات والاكتشافات الذكية والجميلة جدا ومبهرة صراحة نبنقي أنفسنا وأطفالنا يعني مش قبل إن شاء الله يتوفل ونأخذ هذا اللقاح ولكن قبل ذلك، ما لدينا أساليب وقائية إن كان لأطفالنا مع مراعاة الأعمار لأن أكيد ما رح نستخدم نفس الأساليب وللبالغين الوقاية بتبلش من بزوغ أول سن لبنية بسن الطفل يعني أنا ما أقول إن هدول أسنان لبنية ما مشكلة تسوس خلينا نشيلها ما مشكلة هو سن و رح يجي بداله سن دائم لا، من بزوغ أول سن هم نحكي من الست شهور ننصح الأم أنه لازم تهتمي بالأطفال ما ما رح نقول من فرشاية أسنان من عمر ستة شهور بقطنة ماي بعد ما يخلص الحليب الرضاعة أو شرب الحليب لازم دائما نمسح بقطنة ماي الأسنان طبع الأطفال حتى ما تتراكم مثل ما حكينا الجرسين وتتخمر و تصيفي عنها بالأعمار الأكبر نحنا كمان مننصح كمان يعني يعني إذا حنا نحكينا بالسنتين و بالثلاث سنين نطبق فلورايد عن طريق بالعيادة للأسنان المؤقتة بحيث أنه نحن نزيد من قوة هالأسنان كمان ما نعرضها أنه هي تتسوس في شي كمان للأسنان الدائمة أنه نحن نحط مواد اللي هي السيلانت مواد سادة للشقوق اللي بقلب السن حتى هي أكتر مناطق ما بيقدر الطفل أنه يوصل له أو يفرشيه فنحنا فينا نسكرها بحيث أنه يقدر يفرشي ويكون في عنده وقايا دكتورة صحيح تعرفين خديجة أنا في نهاية لقاءنا استنتج شيء أنه لازم يا أخوي كل ثلاثة شهور إلى ستة شهور راجع دكتورك وشوف أسنانك أضلك على توصل الأمور هذه الصعبة اللي ممكن نحن أو أنت كمريض تتعب فيها خليفة سؤال عندي سؤال ليش أنتو الدكاترة تركبون أسنان وأنتو متركبون حق عماركم خاصة تجميلية وكذا أحس ويدين يتجنبون هذا الشيء هل تحكي لن يعني نحكي لنا لو سمع لا لا لما الواحد عنده ضرورة يعني هلا هي مش ضرورة هي تجميلية وبالتالي مش ضرورة تماما هلا منت أول حشوة حتى طلعي أنا ركبت له موش الحشوة كنت تجميل هوليوود سمايل هلا هوليوود سمايل بصراحة يعني صرنا مأكدي كذا مرة على موضوع إنه إذا في ضرورة خلينا نعمل ما في ضرورة ما نساوي أحترم اعترافك وكلامك وبعدين السن اللي ركبته كان بداية المشوار في زواج شمال الله يتمم عليكم وخليكم أعيانكم نشكر الدكتور رواد الغزي خصائي جراحة الفم والفكين وزراعة الأسنان ودكتورة رولا كيلانيا خصائية أمراض اللثة وجراحتها